السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم والحلقة التلاتة وستين من مسلسل الخائن في الحلقة دي داني بيشوف وش الجسة وبيعرف ان هي مش تيا فبيروح بسرعة عند نورة وعماد وسيف وبيقولهم ان هي مش تيا وبعدها نورة وعماد بيكونوا في السيارة ونورة بتبصوا وبتلاقي تيا قدامها فبتفضل تنده عليها وتيا بتقول لها انا محتجالك يا امي فاعماد بيقول للنورة في ايه فنورة بتشاور له على البنت وبعدين بتبصوا وبتلاقيها واحدة تانية وبعدها ندين وجمانا بيكونوا قاعدين مع بعض وجمانا بتقول لنادين الكل مفكر ان اسيل ممكن تعمل العاملة دي ومش بيتكلموا غير على اسيل وخصوصا بالمشفى فندين بتقول لها وانا كمان رحت الماركت ولقيتهم بيتكلموا في نفس الموضوع وكأن ما فيش موضوع تاني يتكلموا فيه فجمانا بتقول لها الناس دايما بيتكلموا بنية سيئة وبيزبقوا الاحداث فندين بتقول لها تجد حاجة بتزعل من ناحية فيه واحدة مخطوفة ومش معروف ايه ما صرها ومن ناحية التانية اسيل وبالرغم ان هم ما عندهمش اي دليل عليها الا انهم بيتهموها ان هي السبب في اللي حصل فجمانا بتقول لها عندك حق انا بدأت اخاف ومش عارفة ايه اللي هيحصل معيها في النهاية فندين بتقول لها وانا كمان خايفة زيك ومش عارفة ايه اللي هيحصل وندين في الوقت ده بيجي لها مكالمة من داني وبيقول لها لو فاضية ممكن اشوفك فندين بتوافق وفي نفس الوقت سيف بيوصل عنده اسيل وبيسأل يازن فين اسيل فيازن بيقوله ان هي قاعدة مع امل واخو كنان فبيسيب زينب مع يازن وبيروح لهم واسيل بتقول لسامر وامل مفيش حاجة في ادينا غير ان احنا نستنى وفي الوقت ده سيف بيجي عندهم فاسيل بتقول لسيف عامل ايه فبيقول لها برأيك هكون عامل ايه لو شفتوا بعنيكوا منظر الجثة حاجة تقطع القلب ولو كانت جثة تية انا ما كنتش عارف هعمل ايه وقتها وسامر بيقول لهم لازم تركزوا وتلاقوا حل عشان تبرقوا نفسكو وإلا عيلة الزين مش هيسبوكو غير لما ينتقموا منكو انا عارفهم كويس فاسيل بتقول لسيف خد زينب وامشوا من هنا فاسيف بيقول لها ماشي وبعدين جمانة ونادين بيخرجوا من البيت وجمانة بتسأل ندين وبتقول لها ايه طبيعة العلاقة بينك وبنداني انتي ما قلت ليش قبل كده فنادين بتقول لها مفيش حاجة وطبعا جمانة ما بتكونش مصدقة وبتقول لها يعني هو بس كلمك عشان يقول لك نتيجة التحقيق فنادين بتقول لها مش عارفة ويلا بقى علشان نمشي فجمانة بتضحك وبتقول لها هعرف كل حاجة في وقتها وبعدين بتيجي سيارة صحفيين قدام بيت اسيل وبعدها سيف بياخد زينب عشان يمشي وبعدين كلهم بيخرجوا على برة والصحفي بيروح ناحية اسيل وبيسألها عن تية لكن سيف بيتعصب وبيمسك ويدرابه فسامر بيقول له إيه اللي انت عملته ده ده ممكن يشتكي عليك واسيل كمان بتكون متضايقة من اللي سيف عمله وبتقول له هو احنا نقصين هو انت عايز تفرج علينا الناس انت كده بتزيد التين بلا وبعدين سيف بياخد زينب وبيمشو وبعدها الرائد بيجي له التقرير بتاع كاميرات بيت اسيل وبيعرف ان الشركة راحت مرتين وملاقيتش اسيل في البيت ومن ضمنهم الوقت اللي حصل فيه الحادث فالرائد بيقول له ان كل ده ملوش لازمة وبيطلب من الشرطي اللي معاه ان هم يشوفوا الكاميرات اللي في الشارع اللي موجودة على البيوت وفي المحلات وبعدها داني بيكون مع ندين وبيفضل يتكلم معاها قد ايه شغلهم صعب وندين بتقول له متأكدا ان تيها هترجع وكل ده هيكون ذكريات وهتنسوها فداني بيحذر ندين من اسيل وسيف وبيقول لها ان هي تخلي بالها منهم فندين بتقول له انت ازاي بتقول كده ده الرفقاتي من زمان وانا عارفاهم كويس لكن ندين بيقول لها ان هم متهمين في جريمة واحتمال تكون جريمة قتل وانت عارفا ان اسيل ممكن تعمل اي حاجة عشان توصل لغايتها لانها واحدة خطيرة لكن ندين بتقول له ان اسيل قلبها طيب وان هم بيظلموها وفي الوقت ده داني بيجيله مكالمة من كنان وبيطلب منه ان هو ييجي بسرعة علشان نورة افلع على نفسها واعمد بيفضل يخبط على نورة وبيقول لها افتح الباب لا اكسره ونورة بتكون قاعدة وعملة ابكي ومسكة في ايديها الصور بتاعتيا وبتفضل تقول تعالي يا حبيبتي وما تسبنيش يا تيا فاعمد بيكسر الباب وبيدخل وبيحاول يهديها لكن نورة بتقول له تصرف ورجع لي بنتي فاعمد بيوعدها ان هو هيعمل المستحيل عشان ترجع وبعدها اسيل بتكون في البيت وعملة تفكر في كلام سامر وان هم لازم يلاقوا دليل ويبرقوا نفسهم وفي الوقت ده الشرطة بتوصل للشارع وبيفضلوا يبصوا على الكاميرات اللي في الشارع وبعدين بيخبطوا على بيت وبيطلبوا من واحدة ان هم يشوفوا الكاميرات فبتفضل تتكلم معاهم عن اسيل وبعدها ناديم بترجع وبتشوف الشرطة فبتسأل هو في حاجة فبيقول لها ان هم جايين عشان يشوفوا الكاميرات وان هم كمان هيسألوها كام سؤال وبعدين جرس الباب بيدرب عند اسيل فاسيل بتفتح وبتلاقي واحدة من الشارع وبتقول لها ان هم مش عارفين يقعدوا من كتر المشاكل وطبعا اسيل بتكون مستغربة وبتقول لها ان الشرطة بتحقق في القضية ولازم نقف جنب بعض وينساعدهم لكن جارتها بتقول لها ان كده مش هينفع وبتطلب منها ان هي تحل مشاكلها وطبعا اسيل بتتدايق وبتقول لها ربنا معاكي وبتدخل وبتقفل الباب وبعدها نورة بتكون في القوضة وبتقلب في التليفون وبتشوف صورها معتيا فكينان بيدخل عندها وبيقول لها جبتلك حاجة حلوة لكن نورة بتقوله ان هي مش قادرة فبيقول لها بصي وشوفي مين فنورة اول ما بتشوف زينب بتقوم وبتجري عليها فبتفضل تحضنها وبتقول ان هي بتشم ريحة تية فيها وبعدين داني بيوصل على البيت فاعماد بيقول له فيه جديد لكن داني بيقول له لأ ونورة بتنزل من فوق وبتقول انا كويسة انت ايه اللي جابك فبيقول لها انا جيت اتطمن عليكي فبتقول له انت عرفت منين فبيقول لها ان كينان كلمه واول ما بتشوف سيف بتتدايق وبتقول ان هي هتروح تعمل اكل الزينب وكمان عماد بيتدايق وبيسيبهم وبيدخل فسيف بيقول لداني ممكن اتكلم معاك فداني بيقول له تفضل فسيف بيقول له ان هو عايز يشوف المذكرات بتاعتيا طبعا داني بيتفاجئ وبيقول له انت بتقول ايه هو انت عايزنا تديك دليل من القضية اللي انت متهم فيها فسيف بيقول له انا متأكد ان انتو ماخدتوش بالكم من حاجة وممكن اقدر اساعدكم لكن طبعا داني بيرفض وبيقول له انت عارف انا تعلمت ايه من شغل السنين دي كلها ان انا ما صدقش اي حد متهم لحد ما تظهر برقته وبيطلب منه ان هو ما يفتحش الموضوع ده مرة تانية وبعدها عماد بيكلم رجالته وبيقول كل يوم مفيش جديد انا عايزكم تتصرفوا باي طريقة ولازم تيه ترجع وخلوا كل الناس تتكلم وبعد ما عماد بيخلص المكالمة بيلاقي داني واقف وراه وبيقول له ان هو سمع المكالمة كلها وان اللي بيعمله ده اكبر غلط ولازم يسيب الشرطة تشوف شغلها فاعماد بيقول له انت ما سمعتش نورة بتقول علي ايه دي بتقول ان انا ما عنديش احساس فداني بيطلب منه ان هو يكلم رجالته ويلغي كل اللي قاله لهم فاعماد بيكون رافض لكن داني بيصمم وفعلا عماد بيكلم الرجالة بتوعه وبيلغي كل الكلام اللي قاله لهم وفي مشهد تاني يازم بيروح لأسيل وبيوريها الاخبار وان هم منزلين خناءة سيف مع الصحفي فاسيل بتقوله بلاش تركز في الاخبار دي فيازم بيقول لها هم ليه دايما بينزلوا اخبارنا فبتقوله معليش شوية وهينسوا المهم انت ما تضيقش نفسك فيازم بيقول لها وانت كمان وبعدين بيحضنها وبيطلع على فوق وبعدها جرس الباب بيدرب واسيل بتفتح فبتلاقيها مايا وبتقول لها ان في حد جاب لها طرد على المستشفى وان هي جابتهلها وجات عشان تتكلم معاها وبتقول لها على اللي بيحصل في المستشفى وان كمان كل الناس بيتكلموا عليها فاسيل بتقول لها عادي ومايا بتعرفها القرارات بتاعت زياد وان هو هيخلي رئيسة الاطباء الجديدة تعمل مؤتمر وتقول فيه ان هم طردوا اسيل طبعا اسيل لما بتسمع كده بتتدايق وفي نفس الوقت جمانة ونادين بيكونوا قاعدين مع بعض وبيتكلموا عن اسيل ونادين بتقول لجمانة معقول بعد السنين دي كلها يعملوا كده في اسيل فجمانة بتقول لها هم بيعملوا كده عشان سمعت المستشفى لكن لو كان اي حد تاني غير اسيل كان برضو هيحصل معاه كده ونادين ما بتكونش مقتنعة بكلام جمانة وجمانة طبعا بتكون متضايقة ان ندين بتدفع عن اسيل وبعدها اسيل بتشكر مايا ومايا بتمشي وفي الوقت اللي هي ماشية فيه بتقابل ايمن فايمن بيقول لها حكيتي مع اسيل فبتقول له ايوة فبيقول لها ان هو كمان هيسلم عليها وايمن بيدرب الجرس واسيل بتفتح فبتلاقيه ايمن وبتسلم عليه فبيقول لها ان هو كان معدي من هنا وقال يسلم فبيقول لها لو حابة نقعد في مكان ونتكلم لكن اسيل بترفض وبتقول له ان هي كمان مش هتقدر تخليه يدخل علشان متضايقة ومحتاجة تكون لوحدها فايمن بيقول لها انا فاهم وبعدين بيمشي وبعدين وهو ماشي بيقابل جمانة فبيسلمه على بعض وجمانة بتقول له كنت عند اسيل فبيقول لها ان هو كان عايز يتكلم معاها لكن معرفش فبتقول له لو فاضي نقعد مع بعض ونتكلم فايمن بيوافق وفي نفس الوقت اسيل بتفتح الطرد وبتلاقي فيه فلاشة فبتاخدها وبتحطها في الكمبيوتر وبتشوف الفيديو اللي عليها وبتلاقي فيديو متصور من كاميرا قدام البيت في الوقت اللي كانت وقفة فيه معربيع وسيف وكمان بتلاقي كلام مكتوب بعد الفيديو الحقيقة هتبان وكل الناس هتعرف انك بريقة ما تخفيش وبعدها سامر وامل بيكونوا قاعدين وسامر بيفضل يتكلم معاها لكن امل بتكون مش مركزة فسامر بيقول لها بتفكري في ايه فبتقول له ان هي متضايقة جدا عشان اسيل وبتطلب منه ان هو يتصرف وبتقول له انت كمان لازم ما تسكتش اللي تخطفت دي تبقى اختك لكن سامر بيقول لها تيا مش اختي والاخوة مش بس دم وانا اصلا مش واحد من عيلة عماد وفي الوقت ده الجرس بيدرب فسامر بيقوم يفتح وبيتفاجئ ان هو سيف فبيقول له انت عرفت منين ان انا هنا فسيف بيقول له ان عماد ممشي واحد وراه عشان يرقبه وان هو ممكن يكسب القضية بتاعت اثبات الابوة لو قدر يثبت كده ويقول ان عماد ممشي واحد وراه بس لازم الشخص ده يعترف فسامر بيقول للسيف ما تقوليش ان انت جاي عشان كده فسيف بيقول له لا انا جيت لك عشان تساعدني وبعدها ناديم بتروح عند اسيل فاسيل بتشكرها ان هي جت وبتقول لها خليكي معيزا فناديم بتطلب من اسيل ان هي تبقى تطمنها وبعدين اسيل بتسيبها وبتمشي وفي نفس الوقت سامر بيكون قاعد مع سيف وبيتكلمه وسامر بيقول له في حاجة انا مش فاهمها انت دلوقتي في وش المدفع يعني الدكتورة لو بقت براءة انت بقى هيكون ايه وضعك فسيف بيقول له مش مهم انا بدفع تمن كل حاجة غلط عملتها والمهم ان اسيل ما تتئزيش فسامر بيقول له ايه المطلوب مني فسيف بيقول له لما طلبت منك انك ترائب اسيل اكيد اتكلمت مع رفقاتك وطلبت منهم المساعدة وانا دلوقتي عايزك تكلمهم وتحاول توصل لتيا فسامر بيقول له انت اصدك ان المجرمين بيعرفوا بعض فسيف بيترجو ان هو يساعده وامل كمان بتقول لسامر يا ريت تساعده فسامر بيوافق وفي الوقت ده سيف بيجي له مكالمة من اسيل وبتقول له ان في حد بعت لها فلاشة وعليها فيديو وان حاطت كاميرا سرية قدام البيت ومصورهم هما وربيع فسيف بيكون مستغرب وبيسألها انت فين فبتقول له ان هي رايحة مركز الشرطة فسيف بيقول لها ان هو رايح لها فسامر بيقول لسيف ايه اللي حصل فسيف بيقول له ان في حد حطت كاميرا قدام بيت اسيل وبعت لها فيديو عالبيت فامل بتقول انا مش فاهمة حاجة وبتطلب من سيف ان هو يطمنها فسيف بيقول لها ماشي وكمان سامر بيقول لالامل ان هو هيطلع على الشارع ويشمشم يمكن يقدر يوصل لأي حاجة ودي كانت سريعا احداث الحلقة 63 من مسلسل الخائن استنونا في الحلقات الجاية ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس